طيب هنروح للسكواش فيه بطولة أمريكا المفتوحة بتتلعب دلوقتي في أمريكا عندنا تلاتة نجحوا يتأهلوا لثمن النهائي طيب مين هم مصطفى عسل وعندنا يوسف سليمان وعندنا ندين شهيد دولة تلات لعبين من نادي الأهل تاني مصطفى عسل يوسف سليمان ندين شهيد فازوا في الأدوار الأولى وهيلعبوا دور الستاشر بس الحقيقة ندين سكتها صعبة هتلاقي في دور الستاشر نور الشربين حظها وحش إنها وعد في دور الستاشر مع بطلة عالم نور الشربين مصطفى عسل هيلاقي بطل فرنسا فيعني الدنيا قريبة وإن شاء الله مصطفى عسل الأهم من مصطفى عسل وصل إن احنا تطمننا على كتفه مصطفى عسل زي ما حضراتكم فاكرين كانت عرض لإصابة وماكملش البطولة اللي قبل كده اللي هنتسويت ماكملش البطولة وخرج وماسك كتفه وقرحات التلج وقالنا لكم هنحاول قبل النهاء قدام علي فرج وقالنا لكم هنتطمن وبتاع مش عايفين يتواصل معاه هو طمننا ولكن أكبر دليل إنه تمام مباراة الفوز دي وتأهله لثمن النهائي دي أكبر مكسب ندين مطشها جاء صعب بس تقدر لأ لأ عندنا كمان يوسف هيقابل بطل البطل السابق محمد الشرباجي برضو مطشه صعب بس يقدر إن شاء الله هو ولد صاعد برضو بكوة كويسة يوسف سليمان من أحد اللعيبة المميزين جدا جدا